دول الأعضاء في الممتحدة تعترف بحكومة الرئيس هادي الرئيس المنتخب ولا تعترف بالحكومة الموجودة في الصناعة بهذه الكلمات الواضحة تحدث ولد الشيخ عن شرعية الرئيس هادي كرئيس منتخب باعتبارها شرعية الوحيدة وأن الدول الأعضاء في مجلس الأمن هي من تعترف بتلك الشرعية لا سواها المبعوث الأممي وضع النقاط على الحروف في مقابلته المتلفزة التي يقول متابعون إنها من أكثر المقابلات وضوحاً وشفافية منذ ابتعاته إلى اليمن كونها أزالت الكثير من اللبس في العديد من النقاط التي ظلت قيد المناورة الدبلوماسية شهادة المبعوث الأممي على اعتراف الحوثيين بالدعم الإيراني هي أهم ما جاء في المقابلة التي بثتها قناة فرنس 24 والتي أكد فيها أنه على الرغم من اعتراف الحوثيين بعلاقتهم مع إيران ودعمها لهم إلا أن طهران تنفي تماماً أي دور لها في القضية وفق تحليل مضمون ما ورد بخصوص العلاقة مع إيران يرى مراقبون أنها تحمل دلالات لها علاقة بالمسار السياسي كون طهران تضغط على دراعها المسلح لعرقلة المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة الصواريخ الباليستية التي تهدد السلم اليمن والخطر الذي تمثله كونها تحت سيطرات الإنقلاب كان لها نصيب من الحديث حيث قال المبعوث الأممي أنه لن يكون هناك استقرار في اليمن على المدى الطويل إلا إذا تم حل قضية الصواريخ الباليستية سواء بتسليمها لطرف ثالث أو لجنة عسكرية معترف بها أو أن يتم تدميرها وهي قضية مطروحة حالياً على الطاولة على صعيد المحادثات السياسية أشار ويلد الشيخ إلى رفض صالح والحوثي الدخول في عمل جدياً تجاه إنهاء الحرب وهي إشارة أقل ما يمكن وصفها بالكاشفة لهوية معرقلي المسار السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة مشاورات الكويت والمرجعيات الثلاث أساس الحلول السياسية المستدامة كما أشار المبعوث مؤكداً أن الحوثيين وصالح لم يلتزموا بتقديم خطتهم بشأن الجانب الأمني والعسكري كما تنص عليه وثيقة الكويت وهذا يعني أن المشاورات هي أساس المفاوضات بينما تبدو خطة كيري في طي الماضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر